ده كلام مهم جدا في صميم المسئولية العامة المسئولية الكبيرة التي يتحملها تجاه النادي الأهلي كل من ينتمي بإخلاص لهذا النادي الكبير والعريق الحقيقة في خضم هذه الارتباطات الكثيرة يأتي عنوان الحلقة جامعا مانعا لكل ما يمر به الأهلي وما يحتاجه غدا للأهلي بعد الرجاء كل الترجي الحذر يا أهلي الحذر يا أهلي ده مطلوب جدا 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 وهنقول لكم كتير عن التفاصيل من تونس وعن مباراة رادس غدا العشرة مساء ان شاء الله تعالى بتوقيت القاهرة الصيفي في ذهاب دور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا الاتحاد الأفريقي النهاردة رفض الاستئناف اللي قدمه نادي الترجي على العقوبة اللي صدرت من لجنة الانضباط بالكاف بحرمانه من حضور جماهيره أربع مباريات منها مبارتان مع إيقاف التنفيذ بالإضافة إلى غرامة مالية تظلم الترجي ورفض الطلب ومن ثم مباراة الأهلي والترجي بدون حضور جماهيري هذا توقف فينا اللحظة مش عاية الاهتمام المبالغ فيه بعملية الحضور الجماهيري هو الحضور الجماهيري مثل وحيدة أنك ما تخشش فيه قلق إنما ساعة ما تنزل الملعب الحضور الجماهيري أحياناً يكون له صالحك وضاغط على فرقته لكن مش عاديين نبالغ أو فيه مسألة إن إحنا يعني المطش كده بقى أسل لا المطش كده حيحرر أيضاً الترجيء لو بيشاهد تراجع في الزوءين الأخرين في النتائج من ضغوط جماهيره هو أيضاً محتاج على فكرة لعدم الحضور أكتر مني فالمباراة مش هتكون سهلة واللي حيحاول يقودنا أو يخدنا في سكة الاستثال أعتقد إنه حيعرضنا إلى نوع من خداع النفس والخطورة اللي يجب أن ننقب أنفسنا عنها إحنا لازم نبقى مركزين جداً جداً في إن دي مباراة يجب أن نعبرها وإن إحنا بحجم وقيمة النادي الآلي يلعبت الآلي بقى وروني مسؤوليتكم تجاه الآلي أول مسؤولية من لعبتنا أستاذ إبراهيم لازم لازم هرجع بقى لكلام الكابتن صالح والنبي تحت أي ضغط من الضغوط تحكيم لعبة تاخدك تجرجرك وقتاً جرف إنك تكبدني خسائر أو تكبدني مجهود إن أنا أدافع عن بعض التصرفات إيه اللي ملاش لازمة؟ لعب النادي الآلي وعلى فكرة ما يحدث النهاردة من توطرات في لعبة النادي الآلي وده نتيجة المطالبة الملحة بقى لنا موسمين من الإعلام وخصوصاً في السيشيال ميديا هو لعب أنتوا إيه بتسكوتوا ليه وكل الفرق بتتكلم عن التحكيم وإنتوا بتقبلوا ليه لا أنا عايز أرجع زي ما كنت عايز أرجع عن اللعيب ما لوش دعوة غير بالملعب وهناك مسؤولين إداريين كل واحد حيتحمل مسؤوليته للدفاع الحقوق النادي الآلي أما اللاعب ما تعملش حاجة تخليني أخسر مجهودك أو تخليني أضيع وقتي في إن أنا أترقب الدفاع عنك عشان اعرف حط في دماغك إن هناك من يتربص بك